ورجعنا لحضراتكم مرة تانية في حكاها بعد ما شفنا التقرير وهنبتدي فورا شرح الموضوع علشان نقول لحضراتكم أجوبة الأسئلة اللي احنا سألناها قبل ما نطلع للتقرير تعلم الكلام هو واحد من أكثر الأمور اللي بيعملها الطفل إعجازا ولما العلم بيصف تعلم الكلام بأنه معجزة فده الحقيقة على فكرة ومفيش فيها أي مبالغة السبب في كده أنه لو فكرنا كده إزاي الطفل وخلال سنوات قليلة جدا بيقدر يتحول من مولود كثير البكاء بيعملش حاجة تانية خالص غير أنه يعيط إلى طفل بيسأل في كل حاجة وبيحكي عن كل حاجة وبيعرفنا تماما هو حاسس بإيه وأحيانا كتيرا كمان هو عايز إيه وكل الإنجاز ده بيحصل بمنتهى التلقائية وبنفس معدل السرعة عند كل الأطفال مهما كانت اللغة اللي هيتعلموها أو اللي هيكلموا بيها سواء كانت عربي أو إنجليزي أو صيني أو أي لغة وعلى فكرة أول اختبارات الطفل مع اللغة بتحصل منه هو لسه جنين في رحم الأم يعني علاقة الطفل باللغة بتبدأ منه هو لسه جنين وبالتحديد في أسابيع الحمل الأخيرة في الوقت ده بيقدر الجنين أنه يميز الأصوات اللي بيسمعها كتير خصوصا صوت حضرتك صوت الأم وهتلاقوا إن حركته بتزيد مع الأصوات المزعجة ويهدى مع الأصوات الهدية طيب الكلمات الأولى للطفل بتكون متوقعة إمتى؟ بتكون متوقعة عند المرحلة العمرية من 12 شهر يعني سنة إلى 18 شهر يعني سنة ونص وبتكون الكلمات مفردة يعني مثلا كلمة مية ودي بتكون معناها بالنسبة للطفل عايز أشرب يعني بالنسبة للطفل معناها جملة وفي أوقات كتير جدا جدا بتكون الكلمات منطوقة بطريقة خاصة بيفهمها بس المحيطين بالطفل يعني لو ناس غريبة قاعدة مش هيفهمه هو بيقول إيه إنما تلاقي الأم والأب أو الجدة فهمين هو عايز إيه طيب إمتى أفضل وقت للكلام مع الطفل يعني إحنا بقى لما نيجي نتكلم مع الطفل عشان كده مهارته دي تنمو زي ما هنعرف بعد شوية